دعنا نحكي على الرد المنتظر يعني السيد حسن نصر الله بقول الرد قاتن قويا ومؤثرا وفاعلا لو ما صار هذا الرد ليش تأخر أولا أولا لم بلش توقيت الرد مش انتي اللي بتحطي ولا حدا بيحطه توقيت الرد بتحطه قيادة هيدا سؤال على لسان اللبناني وأنا بدي اسألك ليه التوقيت هو بيد قيادة العسكرية للمقاوم هي بتحدد التوقيت وهي بتشوف التوقيت وفق الظروف المناسبة للهدف المرسوم فلا ما حدا بيقدر يحط للمقاومة توقيت ولا الهدف نايم ما حدا بيقدر يحط له ايام هي بتحدد التوقيت المناسب وهي بتحدد الهدف المناسب وفق الظروف المؤاتية لاستهدافها ثلاثة الرد وانصار الرد حتمي وطبعا من بركة ما يحصل الآن انه الاسرائيلي متأكد ومتيقن والامريكي متأكد ومتيقن انه رد المقاومة هو رد حتمي ولا زعزعة ولا نقاشة فيه هذا الموضوع محصول الموضوع توقيت مش موضوع اذا في رد او ما في رد لا الرد فيه وحتى بظن من يختلف مع حزب الله في جبهة الاسناد هو بيعرف تماما الا اذا كان غبي بيعرف تماما انه رد المقاومة هو رد حتمي مسألي الى علاقة بالتوقيت الى علاقة بشكل الهدف نعم هان اللي بدنا نحكيه شكل الهدف الهدف هو بما يتناسب مع حجم العدوان الاسرائيلي على الضاحية الضاحية بما تحملها بين رمز جرافي ومكاني لخاص للمقاومة وفيه كسر لخطوط حمراء ولقواعد اشتباك كبيرة وبالتالي استهداف المقاومة او رد المقاومة على هذا الاعتداء هو رد متناسب مع الهدف ولا يسعى الى حرب شاملة المقاومة منذ اللحظة الاولى في جبهة الاسناد لم تكن تسعى الى حرب شاملة ولا كانت قادرة ان تفتح الحرب نعم ثلاثة المقاومة عندما قام ببس صور مشاهد من هدهد واحد وهدهد اثنين وهدهد ثلاثة شو كانت عم تقول له الاسرائيلي عم تقول له انا قادر ان ادخل الى هذه الاعمار وعندي معلومات الى هاي الدرجة من الحساسية عن مواقعك العسكرية البرية والجوية وغيرها ولكن حسب الله لم يقصفها ليش لم يقصفها لانه لا يسعى الى حرب شاملة بل يريد اقامة حالات ردعية هاي الحالة الردعية كسرتها اسرائيل عندما اعتدت على الضاحية هشمتها اسرائيل عندما اعتدت على طهران هشمتها اسرائيل عندما تجرأت على مواقع هي خارج خطوط الحمراء وبالتالي المطلوب اعادة بناء هيكلية ردعية حقيقية هاي الهيكلية ما بتكون لا بالبكي ولا بالدعاء ولا بالشك والى الامم المتحدة ولا بالصلوات ولا بشيه هاي بتكون بالرد الحقيقي الفعلي الذي يؤمن غدعا حقيقيا تجاه هذا العدو هلأ اسرائيل كيف تتصرف ازاء هذا الرد امريكا كيف تتصرف ازاء هذا الرد هانصار النقاش بسؤالك التالي قبل ما اسأل سؤالة تاني ممكن اعرف شو قصدك بصلاوات يعني ما فينا ايه ما فينا نطلع نحنا ندعي بس بالدعاء ونقول انه نحنا بنحمي لبنان بالصلاوات وبالدعاء وبكذا لا لبنان بده قول يعني الذين يعدعو انه لم يعدعو بين قصدك لا يعدعو ما علي اقولك مين قصدي معروف الجميع مين قصدي علم بتصويب على البطرك الراعي لا انا بحكي على البطرك بالقاسم لاش بدي اصويب عليك مين قصدك اللي يعد يقول انه اللبنان الله حمي لبنان بين حمى نحنا منتعا دين ندعي لmand حتى لبنان يعني حمى ليس هيك لبنان بالحمى لبنان الله حمي ما شرب الحمي والكدسين حميته ولكنه لبنان أرض الأداث والإمام علي حميل والنبي محمد حميل كمان نحن بدنا كل الأدية نتحميل كمان مش السلاح والبرودة والطاروخ هودي بلا السلاح ما بيقدروا يحموا تبهي القوة القوة هي اللي بتحمي وإلا ما كانت الدواعش فاتت على الكنائس بمعلولة وبغيرة وإلا ما كانت الدواعش فاتت هدمت مساجد وثبت نساء مسيحيين ومسلمين لو كانت الصلاوات لحالة بتحمي شيك كانوا يروحوا يجيبوا الراهبات أو يجيبوا المطارنة أو يحموا الكنائس أو يحموا الجوامع أو يحموا كل المقدسات الإسلامية والمسيحية والدرزية وأي دين البدكية كانوا يحموا بالصلاوات الصلاوات حالي روحي منيحة بس بلا سلاح بلا قوة بلا امتلاف نحكي عن لبنان كنا أخذني على الصلاوات لا ما نفرجيكي مشهد ليش أنتو لما بتصحوا قدام الحقيقة منكوّع نيجي على لبنان ليش يعني ليش أنتو إذا فاتوا الدواعش على لبنان حيتركوا لي كنسة حيتركوا لي جامع حيتركوا لي حسينية ليش أنتو مفكريين حالكم أنو 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 أنتو يعني خارج إطار المحاسبة خارج إطار الاستهداف لو فاتت الدواعش أو يفوتوا الإسرائيليين على لبنان ما تفكري أنه أنتوا بمنأة عن أي استهداف أبدا وإذا مفكرين هيك رجعوا حساباتكم منيح خيان كميل بالرد الرد الإيراني البعض بقول أن الرد الإيراني ولا مرة بيكون على أد التوقعات ولا مرة بيكون على مستوى الضربة بيكون شبيه بمسرحية على أد التوقعاتكم مش على أد التوقعات الوعد الصادق عسكريا شوفي عسكريا الوعد الصادق أنا ما أقول لا أنا ماني عم خصص فئة انتبه أنتين فكرتيني عم خاطبك بلغة في قوية لا أنا عم أقول من يمثل هذا المنطق بس نكون متفقين أمام الناس المنطق الرد الإيراني اللي صار بالمرة الأولى على المستوى العسكري هو إنجاز أسطوري على المستوى السياسي هي ملحمة سياسية كبيرة على المستوى المعنويات إيران تطلع بتعلم للعالم أنا بدي أقصفكم وهو ديكي بيروحوا بجمعوا عشر دول لتحموها وبتصل أهداف إلى مكان المنصهد اللي شفناه هو مشهد جديد بالنسبة للعرب كله أصلاً ما ألفوا العرب يعني إلا وقت هذه المقاومة أما الرد الإيراني الآن فلنتحدث عن فيدينا نقدر نعرف أهمية الرد وخوف العالم من رد إيران بالنسبة للعروض اللي وصلت إلى إيران يعني أنت بتعرفي شو نعرض على إيران لمنعها من الرد أو لأن تقوم برد رمزي تقدر تعرفي خوف العالم من هذا الرد نعم يعني ما أقول أنا بتجي أمريكا ترسل رسائل عن طريق سفارات أوروبية أو عن طريق دول عربية إلى إيران فيها عروض كثيرة أولا أن الرئيس المنتخب الجديد هو إصلاحي وتستطيع أمريكا أن تسهل مهمة نجاحه في الرئاسة في الولاية الرئاسية موضوع التفاوض النووي موضوع الأموال المجمدة موضوع إعادتها إلى السوق المالية الدولية الغربية موضوع بايع النفط موضوع موضوع كل العروض وصلت إلى إيران نقاء شو أنه ما ترد وإذا بدك تردي فردي رد رمزي لا لأنه الهدف عدم تحشيم صورة إسرائيل طبعا إيران كان جوابه واضح وعلني ما عم بحكي سر لحدا أنه ما تم استهدافه على الأرض الإيرانية هي عملية خرق للسيادة الإيرانية وانتهاك لكرامة ضيفنا في إيران وبالتالي الرد هو رد حتمي ولتذهب الأمور إلى حيث ما ذهب وهذا الكلام قال إلى وزير خرجية الأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر